اهلا بكم متابعين في موجز اللي اهم الانباء اقدمه لكم من راديو ام قرر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد ريس اليوم الاحد وضع الناشط في الحراك الشعبي حسن مبتوش تحت الرقابة القضائية في قضية رفعها ضده رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد الزهري في خبر اخر وصل ازيد من ثمانمائة جزائر الى الميريا اسبانيا خلال الاربعة ايام الاخيرة حسب ما افاد به العضو بالمركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين الاسباني فرانسيسكو خوسي كليمانتي مارتين وقال ذات المصدر نستم يتحرك فقط استقبلوا من طرف حرس السواحل بينما هرب الباقون من السلطات في خبر ثالث قال رئيس مجلس الامة صالح كوجيل في حوار مع قناة الشروق ان مقاطعة تشريعية اتناش جوان تحتاج دراسة عميقة لمعرفة الاسباب وفضل كوجيل في شرح اسباب المقاطعة الوقوفة عند الانتخابات المحلية بفرنسا قائلا ان المقاطعة بلغت فيها 70% ومع ذلك لم تكن هناك اي تشكيكة في الامر وافد رئيس مجلس الامة ان الجزائر في المصاري الصحيح وكل شيء فيها سيتغير بعد ان جاء عبد المجيد تنبون مغاربيا اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا ان المحادثات التي ترعاها بهدف تمهيد الطريق امام اجراء الانتخابات في اواخر ديسمبر المقبل فشلت في التوصل لتسوية للخلافات القائمة بين اطرافها ومن المرتقب ان تعقد جولة جديدة من الحوار السياسي لم يحدد موعدها بعد في تونس قال الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وامنية خصصة للنظر في الوضع الصحي ان ارقام كورونا الاخيرة اثبتت عدم نجاعة التدابير المعتمدة في العشور الاخيرة بل تسببت في مزيد انتشار العدوى وارتفاع عدد الوفايات ودعا قيس سعيد للتفكير مع كل المؤسسات المعنية في الدولة حول تصور جديد لمواجهة هذا العدو مؤكدا ان بلده في حالة حرب وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود ونختم متابعين باخبار رياضة حيث تأهل منتخب الجزائر للشباب لأقل من 20 سنة إلى نهاء بطولة كأس العرب التي تصدفها مصر حاليا بعد الفوز على تونس لنتجة هدفين مقابل السفر مساء السبت بملعب القاهرة الدولي في ختم نهاء نصف البطولة وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثة المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة حظ موفق للخدر بهذا نكون متابعين قد أنهينا هذا الموجز تذكروا أنه بإمكانكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع عيغات جوتيغي أم بونات ومغرب إمرجان بونات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر